أهلا وسهلا تحياتي لكافة المتابعين الإذنة الموطنية اللحظة هذه الحلوة حظا مهمة نحن موجودين في مقار مجلس النواب وقالين نعمل في بث مباشر في انتظار أداء السيد الرئيسي الجمهورية اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلسي النواب والجهات والعقاليم والتي هي أول مرة منذ انتخابات المجلس التأسيسي وبعد إقرار الدستور الجديد يوم 25 في 2021 رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الغرفتين المنتخبتين من الشعب التونسي حسب أحكام الدستور 22 وننتظر اليوم من رئيس الجمهورية فقط أداء اليمين أو سيلقي كلمة بسلطة رجمان أمام النواب والله يعتقد باعتقادي أن رئيس الجمهورية يعني خاصة أن اليوم يختلف تماما الوضع والظروف عن أداء اليمين نهار 23 أكتوبر 2019 اليوم الرئيس مؤيدا بشعبية ساحقة مؤيدا بتأييل شعبي غير مسبوق بإنجازات تحققت في إطار الحرب التي أعلنها على الفساد والمفسدين في إطار الحرب يعني معركة التحرر الوطني التي أعلنها الرئيس خيسي سعيد وبالتالي اليوم الرئيس يتصوري أنها فرصة مناسبة جدا لأن يوجه كلمة للشعب التونسي تكون فيها جملة من الرؤى التي ستشكل المسار القادم في الخمس سنوات القائمة كيف سيكون المسار القادم المالية محلية حدثنا عليهم بس الترجمين أو المبدين البلاتو أيضا بعض اللمحات لرئيس الجمهورية بالتلميح فهمنا الوضع الاقتصادي لهم أو من أولويات العهدة الثانية لرئيس قيل سعيد نعم بالتأكيد الوضع الاقتصادي وأيضا يجب يعني أنا اللي قاعد نتلمسه هذه حاجة تسعدنا تماما هي أن هناك توجه جدي حقيقي بأن يكون هناك تكامل اقتصادي والتجاري مع الأشقاء لا يعقل أن تكون المبادلات التجارية والأسواق بين هذه الدول الثلاث مازالت مقتصرة وفي هذا الحد الأدنى هناك تحرب جدي ويبدو أن هناك نوع من التفاهمات وهذا أمر يفرح الشعوب الثلاثة تونس الجزائر ليبيا تفاهمات من أجل أن تكون هناك حركية اقتصادية مناطق حرة تبادل تجاري حر على حدود الحدود مع الأشقاء في الجزائر والأشقاء في ليبيا وطبعا هذا ليس سرا ما سأذيعه أن يوم الرئيس الجزائري وجه دعوة رسمية للرئيس قيس عيد لزيارة الجزائر يوم 4 نوفمبر القادم للمشاركة في الدكرة السبعين لإحياء اندلاع الثورة الجزائري ووجه أيضا دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الرئاسي للليبيا سيد محمد المنفي من أجل استمرار العمل نحن نتفكر أنه في شهر أفريل الماضي كان فيما قمة لقاء ثلاثة عقدة في تونس واليوم هناك لقاء ثلاثة وأنا نتصور أنه نجاح تجربة التكامل الاقتصادي وفتح الحدود تماما مثل ما شاهدناه في الاتحاد الأوروبي رغم كل الخلافات الدموية التي كانت بين دولها وشعوبها بعكسنا تماما ليس هناك أي خلافات وليس الحمد لله هناك دم تلاقى في معارك الاستقلال والتحرر من الاستعمال ولم يكن بين الأشقاء دماؤهم الحمد لله وبالتالي اليوم هذه كلها ستعطي مزيدا من الدعم وسأل باب مفتوح لكل الأشقاء في الاتحاد المغاربي من أجل أن ينضموا إلى هذه التجربة التي ستكون نتائجها إيجابية جدا على الشعوب الثلاثة في علاقة بالشعوب الثلاثة مازلنا نحكي اليوم عن المغرب العربي بسلطة رجميل المغرب العربي الكبير التوحيد المغرب العربي موضوع موضوع مقلق للأسف الشديد اليوم على خاطر كان هناك حلم تبدأ عام 1989 وقتما الإعلان في تونس على انطلاق الاتحاد المغاربي التي عطلته الخلافات السياسية أنا باعتقادي أن نحن بدأنا للأسف الشديد القيادات التي أرادت تشكيل الاتحاد المغاربي بدأت المشروع من الأعلى إلى الأسفل وهذا ما تسبب في إفشاله حتى العلاقات في دول الجوار بس ترجميلة مشكلة تونس فقط بالعكس تونس علاقتها طيبة مع دول الجوار في الأثنين فما دول الجوار اليوم يتعذر أنك تحكي معهم على مغرب عربي كبير لأن العلاقات بقيت في المستوى السياسي اليوم نحن نذكر أن الاتحاد الأوروبي في الحرب العالمية وفي الحرب العالمية الثانية ما شهدتهم الحروب بين فرنسا وألمانيا ومقتل الملايين من الشعبين في هذه الحروب نحن لا نعرفه لله الحمد ولا نعرف وبالتالي اليوم هما أصبحوا القاطرة الأساسية للوضعية الأقصادية التي جمع عليها الاتحاد الأوروبي هنا السؤال المطروح إذا بقينا في مستوى العلاقات السياسية والخلافات السياسية ما الذي يسرحه لتكن العلاقات الاقتصادية والتشاركية بين شعوب المنطقة هي الأساس لوعد الخلافات السياسية عندما يكون هناك مصالح الشعوب لن تتجرأ القيادات السياسية على افتعال أزمات حتى لو كانت مصالحة تتعارض لأنها ستأخذ بعين الاعتبار اليوم الخلافات شهدنا في الاتحاد الأوروبي خروص بريطانيا من الاتفاق من الاتحاد الأوروبي كم تكلف لها من خسائر واليوم البريطانيون طالبون بالعودة للاتحاد الأوروبي وبالتالي هي فرصة حقيقية من أجل أن يكون لدينا بناء اقتصادي شعبي مبني على تعاون في المستوى القاعدة هذا ما سيضمن في المستقبل أن أي خلاف سياسي يتم حل ووأده وديا وليس عبر التصعيد السياسي أو العسكري لأننا لا نريد بأي حال من الأحوال أن تكون الخلافات بين الأشقاء خارج عن إطار الحلول الأخوية والودية والاحترام الكامل لكل منهما للآخر وعودة للشأن الوطني رئيس الجمهورية اليوم قبل ما يكون حاضر أو من مدة تقريبا قبل ما يوصل لأداء الجلسة كان استقبل بالأساس وزير الطاقة في علاقة بالوضع أنت كنت تتحكي عني وزير الطاقة والمناجم الجزائري اللي كان مبعوث خاص محمل برسالة خطيرة الرئيس في علاقة بالدعوة بالأساس لإحياء ذكرى سبعين اللي اندي لها ثورة الجزائرية اليوم بس اللي ترجمين العلاقات التونسية الجزائرية وطيغ الجزائر كانت من أول دول اللي هانيت رئيس الجمهورية بالموضع جديد هي ديكتاتورية الجغرافية يعني هي العلاقة التي فرضتها فرضتها القدرة الإلهية التي خلقت الكون وبالتالي لا يمكن لأحد مننا أن يتخلى أو يتنافى مع الآخر يعني هو السؤال كيف يمكن أن ننفي علاقة بدأت قبل تأسيس الممالك والدول وقبل التاريخ في علاقة هذه الشعوب المترابطة تاريخيا فيما بينها هذا أمر ديكتاتورية الجغرافية تضع نفسها أمام الجميع وبالتالي على الجميع أن يحترم معنى هذه الدكتاتورية وأن يعلم أن كل محاولة لزعزعة هذه العلاقات الأخوية وعدم تعزيزها بين هذه الدول اليوم يعني أنا ما يسعدني حقيقة هو أننا نخرج من إطار العلاقات السياسية والتعاون السياسي يجب أن تكون العلاقات أكبر في المستوى الاقتصادي المستوى الاقتصادي أيضا حتى على مستوى الاستثمارات الشراكة كل الكل يجب أن يكون هناك يعني من حق مواطني الدول الثلاث أن يتنقلوا مثل مواطني الاتحاد الأوروبي بكل حرية فيما بينهم أن يقوموا بالعمل بالاستثمار هذا الأمر الذي سيساهمه في تعزيز بناء المستقبل المشترك الاتحاد المشترك والمستقبل المشترك لأن عدم العمل في هذا الاتجاه هو ابقى ما أراده الاستعمار ليكون بيننا حدود وهمية وخلافات سياسية حتى لا يكون هناك تواحد منطقة الاتحاد المغاربي سوق كبيرة جدا تنتد من الوقشو إلى ترابلس وبالتالي إلى بنغازي إن صح التعبير حق بالمساحة وبالتالي المصالح اليوم التي تجمع شعوب هذه الدول هي أكبر يجب أن تكون أكبر ويجب أن تلزم القيادات السياسية بالبحث عن حلول ليس فيها لجوء إلى الصدام وهو كذلك نذكر سيد المستمعين بس لا ترجمين وإنما زلنا نستنع وفي انتظار جلسة أداء اليمين تنتلق جلسة أداء اليمين دوستوري لرئيس الجمهورية تسمعها مباشرة على موجات الإيفاء الوطنية انتصوت رجعين مواصلين في بلاتو إيديسيون سبيسيال ستوديو الوطنية موسيقى